كشف قيادين سني عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة رئاسة البرلمان بعد انشقاق كتلة مبادرة عن حزب تقدم القيادي بيان أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي سيقود حراكا جديدا قد يضي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان بعد انشقاق كتلة مبادرة لافتا إلى أن الجنابي ومن معه ليس لديهم خلاف شخصي مع الحلبوسي وأضاف أن الحلبوسي ما زال يملك الأغلبية السنية النيابية بالرغم من انشقاق كتلة مبادرة مؤخرا والتي تضم ثمانية من النواب عن تقدم إلى جانب ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر